امتنع الفلسطينيون عن التقاط صور إجلائهم من مناطق الميتة والبرج في الأغوار الشمالية لما تحمله الصورة من مآس ومعاناة بعد تهديد مسبق من قبل الاحتلال بعدم استقبال التواقم الصحفية في المكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أختر بإجلاء أكثر من 120 فلسطينيا من منازلهم لإجراء تدريبات عسكرية إخلاء المواطني هي جريمة حرب وهذا يخالف اتفاقات دولية اتفاقات جنيف الرابعة تقضي بحماية المواطنين تحت الاحتلال بينما ساد صمت السكان المكان على صوت إطلاق الذخيرة الحية في أرجاء الخيام والمناطق الرعوية بينما باتت الطرقات مرتعا للآليات العسكرية والدبابات ساحة حرب هكذا بدى المشهد والأخطر مخلفات التدريبات الأخطر من كل ذلك هو المخلفات التي يتركها الاحتلال خلفه بعد عمليات التدريب هناك عشرات الشهداء ارتقوا إلى العلا بسبب أن بسلب مخلفات الاحتلال وما يتركه الاحتلال خلفه هناك سواريخ لم تفجر لغاية اللحظة في المراء القريبة من هذه المنطقة هناك قنابل وهناك ألعاب على شكل قنابل ومعظم الشهداء الذين ارتقوا إلى العلا هم من الأطفال ويستمر إجراء التدريبات العسكرية لمدة يومين وسط معانات الفلسطينيين ولكنها تتفاوت في طبيعتها ومدتها من منطقة لأخرى يؤكد حقوقيون أن استخدام التدريبات العسكرية كأداة ضغط على الفلسطينيين يهدف لخلق الظروف القاهرة باتجاه ترحيل قصري للفلسطينيين وبحثرة أوراق استقرارهم في هذه المناطق خالد بدير قناة الغد الأغوار الشمالية